خلينا نخرج من المشروع القومي للتشغيل شغلني شكراً إلى اليونسكو اليونسكو اللي ماصر كانت مرشحة فيه السفيرة دكتورة مشيرة خطاب طبعاً منافسة شديدة جداً شارسة وحصلت على المنصب المرشحة الفرنسية مشيرة خطاب عمل الدور ومجهود كبير لكن أرى أن على الدولة المصرية وعلى الحكومة وعلى الأجهزة المعنية ده أول ترشيح مصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشيح مهم إحنا ما خرجناش خروج مئين بالعكس أنت واخد أصوات وصلها لحد 25 صوت ده 28 صوت فأنت محقق إنجاز كبير أنت كنت أعلى من الصين والصين صفرت لك الخمس أصوات اللي خدتهم لكن في بعض أثناء مراحل الانتخاب هم خمس مراحل كانت تصويت مصر لا تحصل على فيه على الدعم الأفريقي دول أفريقية لم تعطي صوتها لمصر يبقى أول سؤال على الدولة المصرية وأجهزتها المعنية مين الدول دي؟ ليه مددش الصوت لمصر؟ إيه المشاكل اللي بينا وبينهم؟ إزاي نزيل هذه المشاكل؟ أنا حيث مصر ترجع لأفريقيا تاني أكثر عدد زيارات أم بيها رئيس مصري بعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأفريقيا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي أكتر زيارات يعني لو أنت حسبت له رحلاته الخارجية يقترب من 40% كلها لأفريقيا يبقى علينا نسأل سؤال مهم لماذا لم نحصل على المنصب؟ ندرس بهدوء ودون انفعال لأن انت عندك مناصب دولية كتيرة أخرى هتحتاج مصر إنها يكون موجودة فيها منصات عالمية يبقى رقم واحد الكتلة المحيطة بيها اللي أنا مفروض انتمائي ليها انتمائي عربي أفريقيا إزاي ما صوتتش ليها؟ فين دور الخارجية المصرية؟ فين دور السفارات المصرية في هذه الدول؟ إزاي فشلنا هذا الفشل؟ ده أول سؤال السؤال الثاني وإحنا بنرشح السفيرة مشيرة خطاب وهي ليها سيرة ذاتية شديدة الروعة بالمناسبة يعني لما تقراها ونقرتها يعني صفحات عندها أوسمة كتيرة عندها مناصب رفيع أخدتها لكن يغلب على هذه المناصب أنها مناصب ممكن تترشح فيها لتولي مناصب داخل الدولة المصرية مع كامل الاحترام لها بقولك تمتلك سيرة ذاتية رائعة لكن هل هذه السيرة الذاتية كانت تكفي لترشحها؟ هل لها صدى دولي؟ يعني مصر لما فكرت ترشح شكرتير عام للأمم المتحدة أنا قلت إيه ده؟ إيه الجنان دي؟ شكرتير عام للأمم المتحدة مرة واحدة؟ اخترت شخص العالم كل عارفه أفريقيا كلها وراه بطرس بطرس غالي مسيحي مصري عربي أفريقي متخيل؟ طيب هل كان فيه شخصيات أخرى؟ ممكن تترشح؟ ممكن أقول طبعا أنا هنا في مجال التقييم ليس في مجال النقد أنت بتقيم يعني أنت عندك شخصية مصرية مشهورة عالمية الكسكتة بتاعته القبعة بتاعته العالم بيشتريها براند عندهم هوس اسمه زي حواس اسمه حتى خواجاتي زي حواس يتقال بسهولة خالص الحضارة المصرية القديمة زي حواس موجود في تلفزيونات العالم كلها زي حواس شخصية معروفة دولية زي حواس تولى وزارة الأسار ينفع يتولى منصب زي ده آه لماذا لم نفكر في الترشيحه؟ احنا بندور على اللي يكسبنا زي ما قلنا الإسبوع اللي فات بننزل محمد صلاح عشان يجيب الجون ما بننزلش شخص مؤدب ومحترب وخلوق بس مش عارف يخلص للمطش عنا عايز اللي ينزل يخلص للمطش تأدير المتواضع النزاع حواس كان ممكنا انه هيدوحر مع المرشحة الفرنسية بعيدا بقى عن المرشحة القتل هو ما قيله وما قاله وكلام ده انا مش داخل في ده انا ايمني بلدي بلدي دخلت نفست حتى اللحظات الأخيرة اه شخصية جديرة بالاعتبار لكن صداها المحلي في المنطقة اعلى من صداها الدول دكتورة مشيرة قطاب لكن زي حواس صدال علامي كبير جدا بالمناسبة ما معيش موبايل زي حواس ما اتصلتش به ما شرفتش بلقاءه في سنوات كتير مضت يعني لكنها لا هيلة بتكلم للبلد ازاي نستفيد بلدك لا تزال زاخرة وعمرانة بخبرات النهاردة الاتحاد الافريقي